هذه قائمة بأفضل الخيول في العالم مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على رسول الله في المرتبة العاشرة الحصان الضلماصي هي الخيول البريطانية المنقطة وهي فصيلة ناذرة ثابت أنها توجد منذ 25 ألف عام ويولد في بريطانيا كل عام 200 حصان في المرتبة التاسعة الفرس البري وحصان طاليق في أمريكا الشمالية وتنحدر أصوله من فصيلة خيول في إسبانيا وتعرف باسم الخيول البرية وقد أثير حولها الكثير من الجدل إذ كونها خيول مستأنسة من أصول برية في المرتبة التامنة الحصان المرواري يعرف بقوته وهو لوع نادر من الخيول في الهند يتميز بألوانه الجميلة وأذنيه المتجهة للداخل وهو يلقى إقبال كبير سابعا الخيل الفريزيان سلالة أصيلة في عالم الخيول يرجع موطنها لهولندا وهي تتميز برشاقتها وحجمها المميز وقد كانت الأكثر استخداما في الحروب في أوروبا في العصور الوسطى حيث كان حجمها يتحمل حمل الفارس بأسلحته وعدته في المعارك والحروب في المرتبة السادسة الحصان الهافلينجر الأصلي خيول موطنها النمسا وشمال إيطاليا وتتميز بحجمها السغير نسبيا بين الخيول وبلونها الكسنائي كما تعرف بقوة عضلاتها وأناقتها الظاهرة في المشي بالقوة والهدوء في المرتبة الخامسة الخيل الأندلوسي يعرف بالفارس الإسباني الأصيل وينحدر أصله لشفه جزيرة إيبيريا ويعرف بأنه فصيلة مستقلة منذ القرن الخامس عشر يشتهر بقوته وصلابته في الحروب وكان يخصص لركوب النبلاء فقط في المرتبة الرابعة الحصان الغجاري ينتمي لسلالة صغيرة ولكنها مشهورة شعبيا يتميز بوجود شعر كثيف في القدمين ولونه الأبيض المختلط بالأسود في المرتبة الثالثة الخيل مورغان من أقدم فصائل الخيول في أمريكا وهي سلالة نقية ويوجد في عدة ألوان أشهرها الأسود والكستنائي ويستخدم في الطقوس والمناسبات الإنجليزية والغربية أما في المرتبة الثانية الحصان الترك مانستاني يعرف أيضا باسم آخال تيكي ويشتهر بجلوده الذهبية اللامعة ولقب الخيول الذهبية يتميز بالسرعة والذكاء وقوة التحمل وقد اختير رسميا من أجمل الخيول في العالم بدون منافس أما في المرتبة الأولى ومن غيره الخيول العربية الأصيلة من أشهر الخيول والسلالات في العالم بل وأقدمها وهي تشتهر برأس متميز وذيل طويل منسدل وكانت تستخدم بكثرة في المعارك والرحلات التجارية كما تتميز بقوة التحمل والسرعة الكبيرة الحصان العربي هي سلالة من الخيول التي نشأت على شبه الجزيرة العربية والخيول العربية هي واحدة من سلالات الخيول الأكثر تميزا في العالم كما أنها واحدة من أقدم السلالات التي يعود تاريخها إلى 4500 سنة على مر التاريخ الخيول العربية تنتشر في جميع أنحاء العالم وكما ذكرنا تستخدم لتحسين السلالات الأخرى من خلال إضافة السرعة والسقل والتحمل والعظام القوية بدأت تربية الخيول العربية في مناخ الصحراء من قبل البدو الرحل وجعلت لدى الحصان العربي صفات عديدة يتميز الحصان العربي بعيون واسعة براقة جبهة عريضة أذن صغيرة رقبة مقوسة وطويلة شعر براق وقصير ويصير ارتفاع الحصان العربي ما بين 145 إلى 165 سنتيمتر ويتميز هذا الحصان بألوان متعددة رمادي أشهب بني أصمر أشقر وأسود في النهاية أصدقائي ما رأيكم أن نقوم بفيديو حول أسرع الخيول في العالم أتمنى أن تعطوني آراءكم في التعليقات والسلام